سلام عليكم اعزائي الطلبة راح احبكم في درس جديد من دروس الاستيعاب لمادة اللغة الانجليزية لكاتب ال جي قد نهنا القطعة رقم تسعة رحلة الى المريخ احنا يقول في الوقت الحالي يقول في الوقت الحالي الصاروخ سوف يتم اطلاقه لمسافة 350 مليون ميل في رحلة الى المريخ والعلماء سوف ينتظرون بشغف او بقلق الصاروخ سوف يسافر لمدة تسعة شهور قبل ان يصل للكوكب انا اش يقول لي هو يحتوي الصاروخ على عدد من المواد او الادوات العلمية بضمنها كاميرا تلفزيونية اي صور يتم التقاطها سوف تسافر لمدة ثلاثة تسابيع قبل ان تصل كوكب الارض اذا كانت الصور ناجحة يعني الصور ناجحة واضحة يعني يتحل عدد من المواد اي صور يتحل عدد من المواد اي صور يتحل اي صور يتحل عدد من المشاكل حول الكوكب وتوفر معلومات حول البقع على السطح اللي هي تقريبا يعني قبل مئة سنة مضت او خلت هذا الفلكي شاباريلي اللي هو اي طالي طبعا كان اسفكر انها عبارة عن قنوات طبعا للمياه كان يعتقدنها قنوات للمياه اه سوف يمر وقت طويل قبل ان يتم هنالك هبوط قبل ان تتم محاولة الهبوط على المريخ هذا سوف يكون ممكن 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 عندما العلماء قد تعلموا أو أخذوا الكثير عن الأتموسفير الجو والغلاف الجوي الذي يحيط بالكوكب يقولوا أنه ستليت قمر صناعي كان في يوم من الأيام يمكن أن يوضع في الأوربت مدار حول المريخ العلماء سوف يكونوا قادرين على اكتشاف أشياء كثيرة أو مقدار كبير يعني ذو أهمية يقول هنا مقترح مثير لقياس الغلاف الخارجي حول الكوكب المريخ قد تم وضعه قدماً يقول هنا كرة مطاطية تحتوي على راديو إرسال جهاز إرسال يمكن أن يسقاطها يعني أنزالها من القمر الصناعي يمكن أن يرسل إشارة إلى مطاطية للغلاف الخارجي باتجاه سطح الكوكب كرة ذلك تحتوي على راديو يمكن أن يرسل إشارة إلى مطاطية للغلاف الخارجي باتجاه سطح الكوكب المرسل يمكن أن يرسال إشارة إلى نسبه للغلاف المطاطية للغلاف الخارجي باتجاه ستضع أمامي هاي يمكن ان يرسل يعني النسبة اللي البطء مالتها يعني بحيث انه تشوفون مقدار البطء من تنزل هاي الكرة بحيث انه العلماء يمكن يتمكنون كم هي كثافة الغلاف الجوي حتى يمكن ان يكون ممكنا تدرب اسقاط كبسولة تحتوي على معدات علمية على سطح الكوكب عندما يكون هناك مقدار كبير من المعلومات يتم الحصول عليه من الممكن شنو التخطيط لارسال رحلة بشرية مأهولة وين الى كوكب المريخ اشتركوا في القناة